السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث على حالة السوق لأننا نرى السلبية في أسعار البيتكوين نخفض إلى حدود الواحد وثلاثين ألف دولار نرى الكثير من الأخبار السلبية في هذه الترفية بعدما وصل سعر البيتكوين للواحد وأربعين ألف دولار سنحاول حديث على بعض العملات التي تطرح لي كثيرا خصوصا عملة الأنترنت كومبيوتر الكثير من يسأل عليها ولاحظت أن الكثير ستمروا فيها في أسعار 300 دولار 400 دولار 500 دولار 150 دولار 190 دولار إعطينا بعض الأخبار الخاصة بهذه العملة هل فعلا هذا مشروع قوي أم خسرنا في هذا الاستجمار رجعت العملة عندما كان سعرها 600 دولار 500 دولار ونصحتكم بعدم شراء العملة في هذه الأسعار لأن من المنطقي أن ينخفض سعر العملة العملة الجديدة تطل سبلاي فقط 469 مليون دولار فأهم ثلاث أشياء أول شيء يجب أن توازن استثمارك أي عملة تريد أن تستثمار بها وازي ما بين ما يروش في العملة الماكس سبلاي تطل سبلاي الماركت كاب السعر الحالي هذه العملة جديدة ومشروع العملة بحثت في العملة وجدتها أنها قوية 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 جدا لدي العلامة الأولى التي تعطيني يعني رغبة في شراء هذه العملة جيد نعطيها تقريبا 30% الشيء الثاني هو هل السعر مناسب هل السعر مناسب لكي أشتري لأنني مستشمر أنا سأدخل أريد أن أربح أنا دخلت لهذا المجال لكي أحقق أرباح يعني أدخل في عملة تعطيني أرباح وأخرش أرى هل السعر مناسب الماركت كاب مناسبة رأيت أن الماركت كاب مثلا مليار دولار 3 ملايار دولار 4 ملايار وما يروش في العملة مناسب هنا السجمير أما عندما أرى أن سعر العملة مرتفع 500 دولار 400 دولار وأنا سأشريها في ذلك السعر والماركت كاب الخاصة بالعملة أكثر من 50 مليار دولار إذا أردت أن أضاعف رأس مالي يجو على العملة أن تصل القيمة السوقية الخاصة بها إلى 100 مليار دولار والأمر الثالث ما يروش في العملة ضروري أن أرى ما يروش في العملة خصوصا العملات الجديدة الماكت سبلاي غير معروف لذلك ماذا قلت لكم من العملات التي وضعت عليها اهتمامي مشروع قوي 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 جدا أنتظر السعر الذي ستستقر فيه عندما سندخل للأكيميليشن أنه داك هذا أفضل وقت للشراء حاليا نرى سعر العملة عندما العملة يقل إنخفاضها فهذه من العلامات والإشارات التي تعطينا نسبة معينة أن ندخل ونشر في العملة العملة الارتداد في النزول بدأ يا قيل لاحظ معي لاحظ معي ممكن أن نقول أكيميليشن هنا بدأت بهذه العملة أولاً ولم أتحدث على حالة السوق أعتدر سأعود لحالة السوق ثم سأكمل حديثي على هذه العملة هناك من دخل لهذا الفيديو لكي يعرف حالة السوق نتحدث على حالة السوق السوق حاليا البيتكوين حاليا في منطقة دعم قوية ما بين 28 وال31 ألف دولار هو دعم قوي للبيتكوين ما دائماً ينخفض إليه البيتكوين ويظهر لنا الإيجابية هذا الترند عندما أراد اختباره لم يؤكد لنا أنه أصبح دعم بل اخترقه ثم عاد اختباره وأكد لنا أنه مقاومة أنه مقاومة ثم انخفض لأقرب نقطة تقريباً 31 ألف دولار هو دعم البيتكوين حالياً كوجهة نظري أنا مستثمر مثلكم ما أفعل حالي ماذا أفعل؟ كما تعودتم وكما أقول لكم دائماً أني أشغل تقريباً 30% من رأس المال الخاص لم أبيع حالياً ولا زلت أنتظر تلك الإيجابية التي ستظهر في السوق إن شاء الله ثم أنا ذاك يمكنني أن أخرج من السوق حالياً لم أخرج من السوق بشكل نهائي لازالت هناك إن شاء الله إيجابية لدينا دعم جيد جيد جداً في البيتكوين لحيث أن دائماً تمشي عكس المستشميرين وضروري أن يدخلوا فئة أخرى لكي يبيعوا لهم أما إذا أعطوك مثلاً سلبية متواصلة فأين الأشخاص التي ستبيع لها الحيتان؟ تقريباً كل المستشميرين لديهم عملات رقمية ضروري أن يُعطوا إنتعاش للسوق وإيجابية للسوق لكي أنت تطمع وتزيد من استشمارك كل مستشمير عندما تكون الإيجابية لا يريد البعبات ويدخل مستشميرين ويدخل مستشميرين جدد كما قلت لكم تقريباً في كل الفيديوهات هذا ليس مؤكد ليس هناك 100% أو 90% بل تبقى وجهة نظر على ما يقع تاريخياً وما يقع في السوق وإدارة المخاطر ضروري 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 كنت أتحدث على إدارة المخاطر في الإيجابية عندما كان البيتكون في أسعار 61-63 ألف دولار لم تكن أقول لك نقطة سلبية في السوق كنت أتحدث على السلبية وأحدركم هناك من سمع الكلام وعرف وحلل الأشياء بشكل منطقي وفعل ما فعلت نحاول ما أمكن أن لا تقعوا في خسائر السؤال الذي يصني كثيراً هل ممكن أن يتكرر النفس نزو سنة 2017 عندما تكرر نفس صعود سنة 2017 لماذا لا يتكرر نفس نزو سنة 2017 فاهتمامي بالعملات الرقمية أنتظرها في أسعار قليلة 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 جداً مثلاً عملة سعرها واحد دولار لكي أعطيك صورة تقريبية مثلاً عملة سعرها حالياً أو ارتفعت إلى الواحد دولار هدفي في شرائها على مستويات وسأبدأ بشرائها تحت السفر عشرة يعني تحت العشرة سنت مثلاً سفر فاصلة سفر خمسة سفر فاصلة سفر إثنان سفر فاصلة سفر واحد نعم ممكن أن تظهر للبعض أن من المستحيل أن تنخفض لذلك السعر عملة كان سعرها وارتفعت ووصلت للواحد دولار من المستحيل أن تنخفض للسفر فاصلة سفر واحد بالنسبة لي نعم يوجد هذا الأمر وعشته أكثر من مرتان عشته في سنة ألفين أقول لك ألفين وخمسة عشر ألفين وستة عشر صعود سنة ألفين وتمانية عشر في الكورونا وسنعيشه من الممكن أن نعيشه الآن فالسوق دائماً هكذا الحيتان نفس الحيتان التي تتحكم بالسوق منذ بدايتي هم نفس الحيتان أوحو الجديد يريد أن يدخل مثلاً لهذا المجال هناك قانون تضعه الحيتان يدخل معهم لا يمكنه أن يعاكسهم إذا عاكسهم فهو الخاسر وسيلعبون به كما يشاءون هذا المجال هو أكبر مجال يعرف تقلبات كبيرة من ناحية الأسعى فحالياً حالة السوق بالنسبة لي حالة جيدة ليس هناك شيء يدعو للقلق لا زال البشكون فوق 29 ألف دولار فهو لا زال جيد والتصريف الحقيقي هو عند الانتعاشة وإظهار الإيجابية أن ذلك سيدخل الكثير والكثير من سيحرك محفظته في الإيجابية هذا شيء طبيعي القليل من يشري في السلبية والكثير من يشري في الإيجابية حالياً ليس هناك شيء يدعو للقلق كان حديثنا ونقاشنا على حالة السوق تركوا لنا ردود أفعالكم في التعليقات ولسا بخلوا علينا ما شاء الله عليكم بعض الإخوة لديهم أفكار جيدة يتقاسمون معنا هذه الأفكار وحالة السوق والمستويات وكذا هذا أمر جيد هناك مسألة يفتح لنا قناة تيليجرام يكون الحديث للجميع لا أريد مثل هذه الأمور التي يجمع فيها الكثير هناك من سيستغل ذلك للنصب أريد ما أمكن أن أبتعد على مثل هذه الأشياء ولا أفسح فرصة لبعض النصابين لاحظ ما فقط في القناة دائماً أقوم بحضر القنوات يستخدمون بوتات يضع لك تعليقات نحن لا نتواصل مع أي شخص سواء في الواتساب أو أي منبر إلا المنابر التي تجدها في الديسكريبشن في وصف الفيديو دخل ورسلنا نحن لا نرسل أي شخص وحاول أن تفكر أنت منطقياً مثلاً لماذا أنا سأرسل لك رسالة السلام عليكم مرحباً لذي طريقة خرافية لكي تربح المال لماذا؟ ما هو هدفي؟ أي شخص يرسل لك مثل هذه الرسالة فهو يطمع فقط في ذلك الرسيلة الذي تمتلكه بخصوص عملة الانترنت ما هو مشروع العملة؟ العملة مشروعها الويب 3 الويب 3 نحن في انترنت مركزي متحكم بها مشروع العملة تريد أن تعطيك انترنت لا مركزي تستخدم المتصفحات المواقع تنشئ تطبيقات لا مركزية غير متحكم بها لا يمكن لأي شخص أن يستغل معلوماتك أو يتابعك المواقع التي تدخل إليها هذا هو مشروع العملة مشروع كبير مشروع عملاق مشروع قوي مدعوم من مؤسسات وشركات فهذا لا نقاش فيه العملة حاليا ضروري أن نتحدث للأشخاص الذين اشترواها في المائتين دولار مائة وخمسين ثلاثمائة أربعمائة العملة بدأ يقيل نسبة نزول العملة عندما نرى مثل هذه الحركة فهذا مؤشر جيد على أن هناك صعود قادم لهذه العملة هذه ليست نصيحة استجمالية لكي تشريها الآن أنا غير مشري ليس لدي في محفظة هذه العملة من المشارع والعملات المهتم بها ماتيك نتور كذلك ليست لدي ولو توقن واحد من عملة الماتيك ولكن عملة مهتم بها ومن العملة القوية والجيدة لدي بعض العملات صراحة مثل سويب لدي أمتلك عملة سويب هناك الكثير من الأحداث القادمة لهذه العملة هذه ليست نصيحة استجمالية لكي تفعلها مثل وتشري السويب لديها الكثير من الأحداث هناك من سألني على هذه العملة هذه العملة من العملات المنافسة لمشروع الـ QSP هذا المشروع يقوم بعمل فحص لأي بلوكتشين يشغل الديفاي أي عملة تطرح منتجة الديفاي، لاندين، فارمين، لديها شركات عديدة إذا لاحظت مثلا سويب من يقوم بفحص كود البلوكتشين الخاص بها عندما تطرح الديفاي من يؤمن البلوكتشين الخاص بهذه المشروع سيرتيك الآف كذلك أدون بايننس كوين كذلك نرى عملة الـ BNP نعم مشروع البايننس كوين من العملات التي تصهر على فحص كود الديفاي أننا نعلم الهاكر الضروري دائما تجدهم لك بالمرصاد أقل خطأ يمكن أن يكلفهم الكثير مشروع جيد صراحة سأحاول أن نخصص حلقة بخصوص هذه العملة ليست ناطحة استثمارية لكي تشري هذه العملة حاليا سننهي الحلقة هنا لكي لا نطيل عليكم لا تبخلوا علينا بلايكاتكم تحفزنا وتحفز هذا الفيديو للظهور لعدد كبير من الأشخاص دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته